تسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي شهادة الهرم الأخضر من الجهاز المركزي لبحث الإسكان والبناء وذلك تقديراً لجهود الوزارة في مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة جاء منح هذه الشهادة بعد أن وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإنشاء الحضانة المجتمعية بقرية غرمي بسيوة باستخدام أحد أنظمة الإنشاء الصديقي للبيئة باستلام هذه الشهادة بالنسبة لنا رسالة كبيرة ويمكن حاجة تقول لنا يعني يكمله لقدام خاصة في ملف إنشاء الحضانات على المناطق الحدودية الحضانة اللي تم تنفذها بالكودينج المناسب اللي خلينا نقول إن هذه الحضانة تشتغل أو مبنية على قصص تهتم بقواعد تغير المناخ بالكودينج الإنترناشنال المعروف النهاردة استلمنا شهادة الهرم الأخضر ولكن مجهود فريق كبير عمل مجهود محترم ممكن تعمل المجهود وما يبقاش فيه يعني مواكب للكودز العالمية فكمان النهاردة الاستلام هذه الشهادة مهمة جدا بالنسبة موضوع البناء الأخضر ده واخد زخم احنا شغالين فيه من الفين وتمانية وفي ده جي بي ار اس ده لجنة عليا مشكلة برئاسة آآ معالي وزير الاسكان وعضوية العديد من الوزراء وانا نائب آآ رئيس اللجنة ديت وده لح تحول يعني بتحول مصر ثقافيا ومجتمعيا وعلى الأرض للبناء الأخضر مصر في حاجة إلى كل آآ يعني كل خماتها وفي حاجة إلى كل مواردها وفي حاجة إلى إعادة تدويج مواردها في إطار اهتمام القادة السياسية بالإعمارة الخضرة والمباني اللي هي آآ قليلة الانباسعات الكربونية واللي بتؤدي آآ انشاءها إلى الحفاظ على البيئة احنا خدنا مبادرة في وزارة الضامن بدعمها معالي الوزيرة ان احنا آآ نلجأ لأحد الافكار الوعدة اللي ما انتفزتش قبل كده في جمهورية مصر العربية ان احنا نستخدم آآ اخشاب الجازورين والجازورين دي شجرة ان احنا نشاهد في جمهورية مصر العربية